دراسة كندية كشفت عن علاقة السكن قرب مناطق الازدحام المروري بالتعرض للخرف صحيح جريل وراءت هذه الدراسة التي نشرتها مجلة لانسيت العلمية أن 10% من الإصابات بالخرف تعود إلى الإقامة قرب أماكن الازدحام والطرق الرئيسية طبعا حسب تقارير منظمة الصحة العالمية عدد المصابين بالخرف في العالم يبلغ نحو 48 مليون شخص حاليا وتتضمن عوامل الخطر المسببة للخرف تضرر الأوعية الدموية بسبب الكوليسترول وضغط الدم المرتفع والسكري إضافة إلى العوامل الأخرى المتعلقة بالسن والجينات والتاريخ العائلي نعود مرة جديدة ونتساءل عن ما هو الخرف ومتى يحدث الخرف مع ضيفتنا من دبي عبر الهاتف اختصاصية الأمراض العصبية الدكتورة منال فحام أهلا بك دكتورة معنا في سكاين نيوز عربية ما هو ومتى يحدث الخرف صباح الخير إلى كل الشهد ومشاهدين صباح الله المرض الخرف مثل ما حضرتك ذكرت هو أولا عم ينتشر عم يزيد انتشاره بالعالم عم ترتفع نسبة ظهوره سنة بعد سنة بدون ما يتوصل العلماء حقيقة لمعرفة سبب هذا الزياد وهذا الانتشار وفي الكثير أبحاث الصراحة لأنه عم يعمل فضع يعني الخرف نحنا منقول من ثميه باللغة العربية العتاه الشيكوكي عادة ما بعد العمر من الستين العمر هو بداية سقدان بسيط للذاكرة بعدين بيتعمق بصير بيفقد الزاكرة القريبة بعدين بيفقد خصائف من شخصيته هذا الانسان بيملي لفجوات الزاكرة بمعلومات أديمة فبصير بتذكر الماضي بعدين بصير بنثى الأشياء اللي هو حتى لما بلصل لمرحلة بنثى لأشياء الروتينية بحياته الاعتيازية فهم بيكونل ح opportunities كبيرة الأشياء اللي حافظة بذاكرته من الماضي بنثى بعدين أسماء أولاده أسماء محيطه أسماء الأشياء بعدين بيصير بنثى مش أسماء الأشياء والمكان بنثى للمكان ما بيقدري توجه يعني إذا طلع من باب البيت ما بيقدر يتوجه في الشارع المراحل المتقدمة حتى بداخل البيت ما بقدر يتحرك بعدين أسوأ مرحلية لما ها بيجيب يعيش حاله بالمرأة حتى هاي المرض هو مرض تنكسي نحن نسمي أمراض تنكسية التي تصيب الدماغ واضح تبدك ترامنا هناك الكثير من الأسئلة تطرح حول أسباب الإصابة بمرض الخرف ولكن الآن نتحدث عن هذه الدراسة الجديدة الكندية التي تربط ما بين الازدحام المروري والإصابة بمرض الخرف ما رأيك بهذا الربط تمام ما في أسباب للآن نحن نعرف تشريح المرضي تبع الإصابة صورنا الدماغ وأخذنا منه عينات وكل شيء نعمل بس إلى هذه اللحظة السبب المباشر لانتشار هذا المرض بإزبياد غير معروف أنا شفت الدراسة الدراسة عم تربط ما بين الفكن قرب المناطق المزدحمة اللي فيها دخان سيارات وفيها ذحمة أصوات هذا الواضح من الدراسة وأجلت الدراسة على ثلاث أمراض مهبت على الخرف يعني أحد سنوات تابعوا الخرف وطابعوا تطلب اللويشي وطابعوا مرض تاركينكسون ومرض تاركينكسون بتشابه مع الخرف إنه هو مرض تنكسي دماغي فلاحظوا إنه بالذات الخرف هو الذي يتزداد نسبته بشكل واضح بينما المرضين الآخرين ما إلهم رابط أبداً بالسكن قرب الأمهاء الشوارع الرئيسية والمناطق المزدحمة هلأ طبعاً هاي الدراسة بتوجهنا توجه معين إنه نضرب أكتر بهذه العوامل ما بتعطينا إزابة بس إحنا عم نقول إنه غالباً من دخان السيارة هالأمراض التنكسية بالدماغ فيه ترسبات معينة بالموجودة منشوفها ضمن خلايا الدماغ أو ما ببناتها فعم يفكروا إنه عوادم السيارة عم تطلق دخان وهذا الدخان عم يقلو إلفة معينة بعض الأنسجة بالدماغ عم يترسب فيه عم يترع ظهور هذا المرض وعم يكون بعمر مبكر أكتر وعم يحطوا إنه ضجة نفسها ضجة الأصوات والسيارات العامل المرجح أكتر هو من الدخان فراحة طبعاً العوادم السيارات ولذلك هلأ 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 بينام على هذه الدراسة عم يعدلوا تعال في دائماً عندهم قوانين نصائح عامل المجتمع إنه إذا حدثت إن قرب شارع عام يخلي وجه البيت إلى بعكس الشارع يعني إنه حتى الدراسة دقيقة إنه بعد بعيد عن البيت 50 متر أو 200 متر هذا الشارع أو 200 متر فلاحظوا إنه كل ما بتعاد عم تكون النسبة أحسن طبعاً الدراسة أجهت على عدد كبير من الناس وتوبعت لمدة طويلة من السنوات فالنتيجة بتعطينا إضاءة إنه دوروا بهالسبب بسما بتعطينا سبب قطعي إنه أي من عوادم السيارات وهل فلن هي عوادم السيارات ونضجة وهل في هناك عوامل أخرى ربما الانتظار طيب شو نعمل دكتورة شو نعمل ننقل على الريف يعني مرة تانية الموضوع صار شبه مستحيل دكتورة وإذا سمحتي لي يعني كمان إجراء الدراسات على مرض زي الخرف والخرف ما بيظهر فجأة هو يعني يبدأ بشكل تراكمي بيتطور بعدين بيوصل لحالة معينة يؤدي بالمريض إلى أن ينسى كيف يعيش وإن مكان وكل شيء نحن متحدث عن سن معين دكتورة يظهر فيه يعني حتى خلال هذه الدراسة ولا حتى إن كان شخص يعيش في منطقة ازدحام مروري وهو طفل لا لا طبعا نحن هلأ هاي الدراسة أجلت على الخرف التقليدي اللي هو بيبلش أصلا ما بعد الخمسين أو بعد الشتين من العمر دائما الخرف اللي بيبلش بأعمار مبكرة في إلو أسباب أخرى غير تقليدي هلأ نحن دراستنا موجهة على التقليدي ومثل ما قلت هو يقوم بل موقوته يعني حتى إذا فيه شخص بالعائلة تلاقي أفراد العائلة كلهم عم يفكروا أنه أنا حكون مثله حكون مثله في دراسات كثير متعلقة بالمورثات وأنه وجود مادة معينة كيميائية من القطة بالدم أو عينة مناخدة أو كذا لس إلى هذه اللحظة ما عمنا لسه سبب قطعي الصراحة واضح ولا تزال الأبحاث عم تلف بالدور وتعرف أنه ليش كل اللي عم يسم من احتياطات مثل ما ذكرتوا بالدورة الدموية والخلسترول ونمط الحياة ورياضة والأسل لما يزال مرض الخرق بإزياد بالعالم والأرقام مبزعة يعني مثلا ست أضعاف الباركنسون أو خمس أضعاف مرض الباركنسون مرض الباركنسون هو مرض حركي ما بيأثر على الذاكرة فنحن هون عم نحكي على الذاكرة وعلى تخطية الإنسان يعني هذا الفجع بالموضوع صراحة ونتيجة أن نعود نروح على الريف كلاياتنا نتيجة رائعة صراحة لأنه لازم يعني هذا هو نمط الحياة الحقيقي الأصري أن الواحد يفوت على المدينة بس لا يقبل شغله برزقر زعريف صحيح من زعريف عن هواء الجليل النقط طلق شكرا جزيلا لك الدكتورة مدالة الفحام كنت معنا عبر الهاتف اختصاصية الأمراض العصبية شكرا جزيلا لك